السلام عليكم اهلا بيكو في مطبخ موني يلا بينا بقى النهاردة نعمل لعشاء البيتزا احلى واسهل واسرع بيتزا ممكن تكلوها في الدايت وتكلو منها زي ما انتو عايزين سعرات الحرارية قليلة جدا وكمان هنعملها سهلة وسرات التحضير ومن غير دقيق واقتصادية من غير شفان ومن غير مواد دهنية طعمها جميل جدا وكمان هنعملها من غير بيت للناس اللي عندها حساسية البيت صحية وطعمها حلوة قوي ومشبع جدا ناكل منها زي ما احنا عايزين سعرات الحرارية قليلة قوي شايفين الجمال ده بيتحطر في سواني كده في الطاصة سهل وسريع التحضير يلا بينا نعملها مع بعضها انا هعمل البيتزا دي من دقيق السميد او السمولينا اللي هو الديق اللي بنعمل بيه البسبوسة بس المرة دي هنعمل منه بيتزا صحية وطعمها جميل جدا هنحتاج نص كوب عيار من دقيق السميد هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الخميرة وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده وكمان هنحط رشة بسيطة كده من الملح ونرجع تاني نقلبهم مع بعض انا حابة اعمل البيتزا دي ان انا اعجنها بالمية لو عايزين تعجنوها بالحليب زي ما انتوا عايزين بس انا عايزة اخليها تكون متوفرة كده في متناول اليد فهجيب دلوقتي كوب عياري اللي هو ساعة ميتين وخمسين ميلي من المية هنحط المية بالتدريج ونقلب بالشكل ده طبعا دي السميد او السمولينا لما نحط عليه المية بيبدأ ياخد معنا قوام سميك كده هنفضل نحط المية بالتدريج ونقلب لغاية لما نوصل للقوام اللي هنشوفه كمان شوية زي ما بعمل كده بالزبط ما تحطوش المية مرة واحدة وللناس اللي عايزة تحط حليب بدل المية مفيش اي مشكلة امشوا على نفس الخطوات زي ما بعمل كده وانا جبت معلقة كده علشان اشوف القوام بتاعه هيحتاج مني مية تاني او لا خدوا بالكو احنا لسه هنرجع نضربه بالهند بلندر او تحطوه في الخلاط علشان يديونا قوام ناعم لسه القوام هيتقل معنا تاني وبالذات لما نعمله بالهند بلندر او بالخلاط فانا قربت لكم كده الشاشة يعني عملت زوم عشان تشوفوا القوام بتاعه بنفضل نحط المية بتدريج ونقلب خلاص كده هو جاهز معنا اخد مني كوب باية من المية اللي حوالي معلقتين كبار وطبعا علشان لنعم القوام فانا جبت بعد الوقت الهند بلندر او ممكن تحطوه في الخلاط مفيش اي مشكلة يعني نص كوب اسميد بياخد كوب من المية اللي معلقتين او تلاتة كده وبعد كده بتضربوه في الخلاط او بالهند بلندر لغاية لما يكون معنا القوام بالشكل ده خلاص كده جاهز هنغط عليه ونسيبه حوالي عشر دقايق كده وبعد كده هنبدأ نشتغل فيه وده شكلها معانا بعد ما سبتها حوالي عشر دقايق تخمر كده احنا مش بنسيبها تخمر كتير يعني عشر دقايق مش اكتر من كده وده بيكون القوام بتاعها بتبقى تقيل معانا بالشكل ده هنجيب بقى دلوقتي طاصة ويفضل استعمال طاصة غير لاصقة تكون نوع كويس عشان تطلع منها البيتزا بسهولة ونحط بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده اللي طاصة دي مقاس تمانية وعشرين لو عايزين تستعملوا طاصة اكبر او اصغر زي ما انتوا عايزين لكن الطاصة اللي انا استعملتها مقاس تمانية وعشرين وبعد ما حطيت الخليط مسكت الطاصة بالشكل ده كده وهزتها علشان الخليط يتوزع معانا كويس وبعد كده هنحطها على نار البتجاز على نار هادي خالص وهنغط عليها لغاية لما الطبقة اللي تحت تنشف معانا تماما ويطلع على الطبقة اللي فوق فققها بالشكل ده كده يبا هي كده خلاص استوات معانا شايفين بتتحرك معانا في الطاصة بمنتاز سهولة هنقلبها بقى دلوقتي على طبق ونقلبها على الناحية التانية علشان تكمل سوا بنفس الطريقة كده عشان ما تتقصرش منك في الوقت ده طبعا انا قلبتها في الطاصة وقفلت نار البتجاز لغاية لما حطت الحشوة بتاعة البيتزا وهنا حشوة البيتزا على كفكو زي ما انتو عايزين ممكن تحط عليها اي بواقي تلاجة عندكو ممكن تحط بواقي لحمة او فراغ او تونة زي ما تحبو لكن انا هعملها اقتصادية خالص فكان عندي في التلاجة معلقتين كده من صلصة البيتزا كانوا متبقين معايا من وصفة قبل كده هحطهم على الوش كده وندهنهم كده مش محتاجين صلصة كتير يعني صلصة البيتزا معلقتين بس مش اكتر من كده ندهنهم على الوش بنعمل صلصة البيتزا ازاي طبعا انا عملتها معاكو في فيديوهات كتير او قبل كده للبيتزا بتبقى عبارة عنتهم بنشوحوا في اي مادة دهنية وبعد كده بنحط عليه عصير طماطم وبنحط ملح وارجانو وفلفل اسويل مش اكتر من كده ونسيبوا بقى على النار لغاية لما يتقل معانا ويكون القوام تقيل زي ما انا استعملتوا بالشكل ده واملوا منكم مية وحطوها في التلاجة لغاية لما تبقوا عايزين تعملوا بيتزا طلعوا منها واستعملوها على طول ودلوقتي بقى يلا بينا نحط الحشوة والحشوة زي ما قلت على كفكو هنحط بقى دلوقتي شوية كده من الجبنة المتزرلة يعني تقريبا مصقوب من الجبنة المتزرلة المبشورة تستعملوا كامل الدسم او قليل الدسم زي ما انتو عايزين بنوزعها بشكل عشوائي بالشكل ده طيب بالنسبة لحساسية الالبان ممكن ان انتو تعملوا البيتزا دي بدل ما تعملوها بيتزا تعملوها فطيرة يعني ازاي يعني تحطوا كده على الوش العجينة من فوق قبل ما تبدأ تستوي الحشوة اللي انتو عايزين لغاية لما تكمل سواء تقريبوها على الناحية التانية يعني تلغو خطوة الجبنة المتزرلة خالص يعني تعملوها بدل البيتزا كانها فطيرة كده باي حشوة انتو عايزينها خلاص كده بعد ما حطيت الجبنة المتزرلة ووزعتها بالشكل ده اي حاجة عندكم بقى حطوها انا احط شوية بسيط كده من شرايح الزيتون الاخضر ممكن تحطوا الزيتون اخضر او اسود او تحطوا زي ما انتو عايزين وشرايح بسيطة كده من الفلفل الاخضر وكمان الطماطم هي دي الحشوة اللي انا هعملها تنفع فطار او غدا او عشا وطعمها جميل جدا وكمان ممكن الاولاد ياخدوها معاهم في اللونش بوكس بتبقى حلو قوي وممكن كمان تبدلوا الحشوة تحط لو عندكم بواقي لحمة او فراخ تحطوها على الوش كده زي ما انتو عايزين وبأكد عليكم المعلومة دلوقتي انا اقفل نار البتجاز لغاية لما حطي الحشوة بعد ما حطي الحشوة زي ما بعمل كده هغطي عليها تاني باي غطى مناسب وشغل نار البتجاز على نار هادية لغاية لما تستو معانا من الطبقة اللي تحت والجبنة المتزرلة تسيح وتمسك كده مع الحشوة اللي احنا حطناها غطيت عليها بقى وسبتها حوالي اقل من دقيقة كده لغاية لما تجبنا المتزرلة ساحد وبقت خلاص البيتزا جاهزة معانا يلا بينا بقى دلوقتي ان احنا نقدمها ونقطعها ونشوف القوام بتاعها وكمان اقول لكم السعرات الحرارية للوصفة التعلي انا حطيتها بقى دلوقتي على اللي انا هقدم فيه ده وهجب بقى دلوقتي قطعتي البيتزا وهبدأ ان انا قطعها قطعها بالحجم اللي انتو هايزين انا هعمل البيتزا دي على 8 مسلسات ممكن تقطعوها اكتر من كده واقل من كده زي ما تحبوا وخلاص بتكون جاهزة معانا شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومتمسكة وطعمها بجد ان شاء الله هيعجبك قوي سهلة وسرعة التحضير ما بتاخدش وقت ابدا وفي ثواني بتكون جاهزة وممكن كمان نعملها الصبح كده للاولاد ساعة اما يصحوا الصبح يفطروا بيها وكمان ياخدوها معاهم في اللونش بوكس طعمها بجد خطير هسابكوا بعد الوقت تشوفوا الفيديو كده ويلا بينا نقول السعرات الحرارية للوصفة بتعيد هقولكوا بعد الوقت السعرات الحرارية للبيتزاية كلها على بعضها قد ايه كده لو عملتوها زي ما عملت بالزبط في نفس المقادير ونفس المكونات السعرات الحرارية للبيتزاية كاملة 521 سعر حراري لو عملتوها زي ما عملت كده بالزبط 521 سعر حراري للبيتزاية كاملة هنقسمها على 8 قطع بالحجم ده هتكون القطع الوحدة 65 سعر حراري تقريب او ناكل حتى نص البيت زايا مفيش اي مشكلة. القطعة خمسة وستين سعر حراري والبيت زايا خمسمية واحد وعشرين سعر حراري. الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة ومتوفرة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة. وبالف هانة وعافية.